قالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حصل على معلومات استخباراتية عالية الدقة تؤكد مقتل محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام والمسؤول البارز في حركة حماس وكان الجيش الإسرائيلي استهدف الضيف في منطقة المواصف خان يونس في غزة قبل أسبوع ما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين وإحداث أضرار كبيرة في المنطقة هذا وكان قتل في الغارة رافع سلامة القيادي العسكري في حركة حماس وكانت حماس نفت مقتل الضيف مؤكدة أنه بخير ويشرف مباشرة على العمليات العسكرية